بسم الله الرحمن الرحيم وشاوروهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم الحضور الكريم أجدد الترحيب بحضراتكم وأشكر لكم حضوركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذا المنطلق الديمقراطي واستجابة لأحد أهم توصيات الحوار الوطني وهو الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية نلتقي اليوم فإذا كان أقصى ما تطمح إلي المواثيق الدولية لإقامة انتخابات حرة نزيهة هو إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية فهذه هي الانتخابات الرئاسية بمصر لعام 2024 تقام تحت إشراف قضاء كامل بما يتفق مع الدستور والقانون الذي نص عليه الدستور لاختيار رئيس الجمهورية هو الاستحقاق الأكبر لشعب مصر العظيم في ممارسة حقوقه السياسية فإن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي وأعضائه والعاملين به يتعهدون أمام الله وأمامكم ببذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية الجسيمة في دقتها ونزاهتها كما كانوا في مهامهم السابق التي شهد لها العالم في الداخل والخارج واليوم هو يوم الاستحقاق الدستوري الذي نسعى إليه آملين في دعم الناخبين ووسائل الأعلام المحلية والعالمية من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي ثم بتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت والدعوة إليه لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها لطالما كانت الصحافة وكان الإعلام وبحق شريكا حقيقيا في النجاح فأنتم من تنقلون بآمنة واقتدار عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى جمهور الناخبين والرأي العام المصري والمجتمع الدولي نتشرف اليوم بالإعلان عن تفاصيل إجراءات العملية الانتخابية المرتقبة حرصا على الالتزام بمواثيق الشفافية قبل بداية الانتخابات وفقنا الله وإياكم في تحمل هذه المسئولية من أجل رفعة الوطن ومستقبله اسمحوا لي بدعوة سيادة قادر الجليل وليد حسن حمزة نائب رئيس محكمة النأ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لإلقاء كلمته وتدشين العملية الانتخابية رسميا فليتفضل سيادته